أهلا بك يا مدام بوسينا وأشكرك على المقدمة الجميلة دي دي أقل حاجة لحضرتك وإنت منورنا النهاردة وخطوة عزيزة خطوة عزيزة أن أنا جيت لكم والله أستاذ مجدي، أنت متابع الأحداث اللي بتحصل في فلسطين دلوقتي؟ آه طبعاً، مين يقدر ما يتابعهاش؟ ده يعني ده جرح عزيزة أنت شايف الموضع اللي إحنا فيه ده إزاي؟ والله، اللي أنا بشوفه بيحصل في غزة ده ما كانش يخطر على البال ده حقيقة يعني مشاهد القتلى، مشاهد الأطفال اللي قطعت جساسهم مشاهد الأمهات الساكلة، مشاهد غزة اللي تحولت إلى مقبرة مقبرة بالفعل جحائية أكثر من نص بيوتها مهدمة لا أمان في أي مكان فيه حتى في المجال الطبي كمان يعني بيستهدفوا كل الأماكن إسرائيل بلا ضمير وبلا أخلاق وبلا إنسانية إسرائيل تقتل في أطفال غزة وكأنها بتقتل في حيوانات زي ما ترى أحد جنرال وقال إحنا بنتعامل مع حيوانات الحقيقة أنه أخلاق الحيوانات هي أخلاق اليهود أخلاق الصهاينة تحديداً لأن ما يحدث في فلسطين ده والله يعني مش قادر أقول العالم الحر يعني الحيوانات ساكت إزاي السيد ماجدي عندها رحمة شوية فيها يعني حناية على الأل أنا ما أقبلش أقذي كلب أو قطة فيما بالك بأن أنا أرمي ساروخ يهد عمارة عشرة دوار بكل من فيها يعني يعني إزاي العالم ساكت إزاي إزاي العالم اللي بيدعي أنه في حقوق الإنسان مدام إسرائيل في المعادلة فما فيش حقوق إنسان في حقوق إسرائيل بس إسرائيل هأن تقتل وتسبح وتعمل اللي عزاء كل حاجة مباحة للأسف ويجي رئيس أمريكا عشان يقف جنب زفت الأوتران نتنياهو عشان يدعمه يجي مكرون يجي رئيس وزراء إنجلترا العالم كله مع إسرائيل العالم كله مع قتل أطفال فلسطين كأنه شيء مباحة كأنه ده حلال أنا مش قادرة أتخيل الوضع لأن إسرائيل عندها اللي بيسندها عندها عندها أمريكا عندها أنجلترا عندها فرنسا عندها أوروبا عموما فلسطين ما عندهاش حد كان عندها زمان العالم العربي لا 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 دمير الأمة العربية والعالم لم يعد يعني يمكن الوحيدة اللي تقف جمال بجوار فلسطين هي مصر وإن كانت فيه اتفاقيات ومعاهدات بتغلي يدها عن الفعل إحنا محكمين في حدود معينة للأسف طب إحنا ليه دلوقتي ما عندناش حاجة تؤرخ يا أستاذ مجدي الفترة اللي إحنا بنمر فيها دلوقتي ولا الفترة اللي فاتت عن قضية فلسطين نؤرخ لما يحدث في فلسطين دراميا إنت يعرف إنه من ساعة قضية فلسطين من ساعة قيام دولة إسرائيل 48 حد النهارده كله اللي اتعمل ست سبع أفلام كله اللي اتعمل خمس ست مسلسلات عن القضية الفلسطينية وما كانتش بالشكل اللائق صح لا وكانت كمان يعني أغلبها أبيض ويسود وحتى مسلسلات أغلبها سورية وليست مصرية وليست مصرية يعني أنا أتمنى أن أعمل مسلسل عن القضية الفلسطينية مسلسل يبدأ مش من 48 من ما قبل 48 لما كانت السفن تجيب اليهود تهجرهم من أوروبا وتروح في ميناء حيفا وينزلوا لما كانوا بيرشوهم بالدددت قبل وعد بولفر بعد وعد بولفر علشان كانوا بيجوا محملين أمراض وحشرات كده والله فيه صور بيترشوا بهموا بيدات حشرية قبل ما ينزلوا من المراكب اللي جايبهم في حيفا من هذه النقطة تبدأ المأسال الفلسطينية نفسي أعمل مسلسل وإن شاء الله طال أجزاءه زي سلسال الدم لحد النهاردة ماذا حدث للعرب وما زنب الأهالي في فلسطين أكيد طبعا فيه رموز كتير وشهداء كتير يا أستاذ مجلي حضرتك أكيد حتا حواديت ملاش أقول والآخر حتلاقي قصص كتيرة وناس كتيرة يعني بصي فلسطين دي أرض الأبطال دي حقيقة سيبك من حماس يعني أنا شخصيا أنا محبش حماس لأنه حماس يعني لا أمانة لها حماس هي اللي هي اللي تسلالت الفلسطين وعملت عمليات ضد المصريين لكن خلينا نقول الشعب الفلسطيني بعيدا عن حماس هو دا اللي يستحق الدعم هو دا اللي يستحق المسندة هو دا اللي يستحق إنه نبقى صوته هو دا اللي صامد هو دا اللي مستحمل اللي بيحفل لكله هو دا اللي بيتحمل ويلات الحرب أيه يعني حماس ما كانتش تتوقع أن الرد للسعيل هيكون بهذا العنف الجنوني يا سيد مجدد احنا بنشوف على السوشال ميديا أطفال بيتكلموا والله العظيم يعني فعلا أبناء فلسطين كانهم بالغير بالإحساس اللي جواه طفل صغير طفل محتاج يلعب ويجري ويهزر حافظ قضيته لأن الأم اللي بتكبر وبتردع بتردعه القضية فعمر الصراع الفلسطيني للسعيل اللي ما حينتهي حتى لو قضوا على حماس لأن كل جيل طالع حيدور على حق الشعب الفلسطيني حيدور على أرضه القضية مش هتنتهي إلا إذا قامت الدولة الفلسطينية إلا إذا إسرائيل توقفت عن القتل وعن المجازر إلا إذا أصبح للفلسطينيين حق زي ما أصبح لليهود حق إن شاء الله يا رب ربنا بإذن الله ينصرهم بإذن الله إن شاء الله